اشتركوا في القناة كل خير حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة اليوم عنوين صحفنا اليوم الخميس سنوعت وتعددت ويمكن اغلبها يعني لا زال الحديث كله يتحدث حول انخفاض اسعار النفط الميزانية مدى يعني العجل المتوقع في الميزانية مشاريع التنمية يعني امور كلها تتعلق في هذا الجانب وكأنه يعني لا حديث لسبوع هذا لا حديث حول الميزانية وانخفاض اسعار النفط ومن هذا القبيل بالاضافة طبعا الى اتفاق اليوم دول مجلس تعاون على انشاء قوة خليجية بحرية ممكن هذا الاتفاق من ضمن ابرز الاخبار اليوم طلعتنا بها الصحفنا المحلية الكثير كذلك من العنوين متفرقة متنوعة اليوم راح نشوفها في صحفنا المحلية هذا باختصار مشاهدين الكرام لا يوجد هناك يعني العنوين القوية يمكن الساحة السياسية نوعا ما هذه جدا نتوقع مع بداية اسبوع المقبل قد شوي تسخن الاجواء مع برودة الجو لكن الاجواء السياسية راح تسخن واضح عموما راح نقرأ عنوين صحفنا اليوم الخميس وراح نحللها وراح نتوقف عند الابرز منها وراح شاركناك العادة الاخ محمد العجمين اياك الله اخ محمد اياك الله محمد وكذلك مرحب بالمشاهدين يعني مثل ما تفضل اخوي عويد يعني اليوم كان في تنوع وتعدد لم تكن هناك قضية معينة يمكن قضية الاسكان احنا الرتم راح نتسرع شوي في الرتم بعضهم بديت تساءل عندنا في مواقعنا بان ليش قاعدت تترعان لا وفيه ورانا برنامج وبرنامج يعني مهم بالتالي راح يكون وياكم نوع من قراءات بسيطة لكن نوع عندكم ان شاء الله في الايامة المقبلة ان شاء الله راح تعدد لأوقات البرنامج بإذن الله تعلم خلونا مشاهدي الكرام الآن نبدأ بعنوين صحفنا المحلية ونبدأ الجرائد وهي جريدة الشاهد نشوف العنوين لصحيفة الشاهد وفيه افتتاحية بالشاهد راح نقراها بعد ما نقرأ العنوين خنشوف عنوين الشاهد ومن ثم بعد ذلك نذهب إلى الفتاحية عنوين الشاهد اليوم الخميس كالآتي يا سمو الرئيس البخل عدو المرجلة هذا افتتاحية جريدة الشاهد لجهزة الليبرالية السياسية الإعلامية التجارية تصر على ترشيد الانفاق على المواطنين انوان آخر لائحة قانون الشراكة بين انقطعين قبل نهاية العام قوة بحرية خليجية لمواجهة التهديدات الإرهابية والجراح تنسيق مشترك لخدمة مصالحنا المشتركة المعيوف بحث قانون التجنيد الاثنين الزلزل أحان وقت تعديل قانون هيئة الإسواق لأن وضع البورصة أصبح حريجا شركات القيادية تتجاهل اختلاف المؤشرات وتغلق على تراجع استمرار الهبوط يهدد المؤسسات الكبرى المحاسبة الدفاع لم تسدد عقد الطائرات C-130G لمدة ثلاثة أشهر الهاجر لم يتم تعديل على الاتفاقية الأمنية وزير العدل بصدد الانتهام من مشروع قانون محكمة الأسرة والمواصلات بدء مشروع سكك الحديد في البلاد اللجنة التعليمية جامعة الشدادية من الأولويات والتربية تقييم 45 مدرسة جنبية وثنائية اللقاء برصة الملابس العسكرية ترتفع في جليب الشيوخ ورواد فضاء شاهدوا نور الكعبة يملأ ظلام الكون والعراق عفا رئيس اركان ومعاونيه و 26 قائدا من مناصبهم معصوم سنطور علاقاتنا مع دول جوار ليبيا الإخوان والبرلمان السابق وراء تفجير الأوضاع في درنا وطبرغ مسؤول بالداخلية للإرهاب لن يخيف الناس هذه عنوين الشاهد اليوم الخميس طبعا مشاهدين الكرام هناك فتحية مهمة جدا في جريدة الشاهد مثل ما ذكرت في البداية الأسبوع الماضي كان حديث كله لا يعلو حول موضوع ترشيد الانفاق وفرض الضرائب ويعني السكين وصلت للعظم وتصريحات للأسف يعني من بعض المسؤولين وبعض الوزراء أخافت المواطنين بعكس تماما ما يحصل في دول الخليج اللي يخرجون المسؤولين ويقولون بأن المواطنين في عيوننا وللأسف لكن مثل ما ذكرنا بالأمس وقبل الأمس للأسف البعض لا زال يقع ضمن مخططات الآخرين والبعض للأسف الشديد يعتقد بأن الدولة لهذه الدرجة ضعيفة هو يعلم حلم اللي ليس ضعيفة ولكن هناك مآرب وهناك خطط للوبي تجاري متنفذ يريد الاستحواذ على الدولة وعلى مناقصات الدولة وعلى مرافق الدولة بالكامل بحجة ترشيد الانفاق ويا الدولة يلا اضغطي على المواطن لكن التاجر والمتنفذ لا أحد يقدر يتكلم عليه عموما افتتاحية جميلة جدا ومهمة جدا لجارة الشاهد بقلم رئيس التحليل الشيخ صباح محمد بعنوان ياسمو الرئيس البخل عدو المرجلة تعالوا مشاهدي الكرام معنا نقرأ الافتتاحية ونحلل مضامينها نذهب إلى الافتتاحية العنوان كما قلنا سلفا ياسمو الرئيس البخل عدو المرجلة الأجهزة الليبرالية السياسية العلامية التجارية تصر على ترشيد الانفاق على المواطنين تقول الافتتاحية الشاهد ليوم الخميس بدأ منذ السنة الماضية تحرك إعلامي مدعوم من أعضاء في الحكومة مدعومين من سياسيين وأجهزة إعلامية نحو خفض الانفاق الترشيد شد الحزام وكان أشهرهم رولة دشتي التي صرحت حين ذاك بأن دولة الرفاه لن تستمر وما إن انخفض سعر النفط حتى بدأ أعضاء الحكومة الحالية بالتصريح والتلميح أولهم أنس الصالح الذي قال يجب فرض الضرائب على المواطنين ويلغاء الدعم لتخفيف عباء الدولة تلاه الشيخ محمد العبدالله بتصريحه عن أهمية عادة آلية توزيع الموازنة وأوجه الصرف وقوله السكين وصلت العظم ثم يأتي عبد المحسن المدعج مؤكدا أن المواطنين كرماء سيتنازلون عن نص رواتبهم لدعم ميزانية الدولة وأقول لهم يا قائما في داره قاعدا من غير معنى ولا فائدة قد مات أضيافك من جوعهم فقر عليهم سورة المائدة وبدأت الآلة الإعلامية والكتاب العباقرة الوطنيون الشرفاء النزيهون بالمطالبة بترشيد الإنفاق ضبط الإنفاق لجم الهدر لجم نمو الأجور للمواطنين والاستسلام للقطاع الخاص فأقول لكل هؤلاء الذين ينادون بترشيد الإنفاق على الدولة وبالأخص المواطنين اتقوا الله يا مسلمين وأسأل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح يا شيخ من أين لنا كل هذه الأموال ومن السبب فيها ومن أوجدها ومن ابتكر مشاريع الدخل للوطن أتمنى يا سمو الرئيس أن تعمل إحصائية لتجد هذا الشخص إن وجد فوالله لا يوجد أحد قد وفر هذه الأموال لدولة الكويت سوى الله سبحانه وتعالى فلا فضل لكائن من كان في هذا الرخاص هو الله كل نعمان من باطن الأرض فلا صناعة لدينا ولا تجارة ولا زراعة نفط بيعة ونصرف منه الله سبب وهيئ الأسباب التي كلما قفل باب في وجهنا فتح الله لنا منه بابا فالإنفاق والصرف على هؤلاء البشر لن يأتي إلا بمزيد من الخيرات فلا أحد يعلم كما يقول تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا طوال فترة السبعينات والثمانينات ونحن نكدس الأموال بحجة تجميعها للأجيال القادمة فصلطت أمريكا كلبها صدام علينا لتأتي وتأخذ كل ما في خزائنا لأن المثل يقول مال البخيل يأكلها العياب وأمريكا كلت أموالنا وأموال الخليج معنا واليوم تعاد الكرة فنتحجج بأموال للأجيال القادمة ويزن المدينون بالأغصاد ونحرم ونحرم الجيل الحالي من العيش الكريم هذا ما يطالبون به ناسين متناسين قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فالأجيال القادمة سيرون ويعيشون فيما سيكتبه الله لهم ولو أردنا أن نمشي كما يدعي هؤلاء الوطنيون العفيفون الشرفاء المناضلون لتكديس الأموال وحرمان المواطنين منها أين أموال قارون التي ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وأين أموال هارون الرشيد الذي كان يلم خراج الأرض وكان يقول الغيمة أنطري حيث شئتي فإن خراجك لي وأين أهل النجد المشردون في أرض الجزيرة العربية وأكثرهم في الكويت دمروا نجد ببخلهم وعنادهم ونحستهم أذكر قصة لحد تجار نجد الذي أصبح يلقب بالعم وابنه أصبح وزيرا في الثمانينات وهو جالس في ديوانه العامر حوله شركائه وأصحابه فدخل شيخ مسن قادم من السحراء يتوكى على عصى معصبا رأسه بغترة فوق القترة فسلم ولم يرحب به ترحيب الرجال فجلس أطراف الديوان فسأل أحد التجار العم صاحب الديوان ألم تعرف من دخل صاحب العصى فقال بلى الله يلعنه لا تذكرني فيه ولا في أيام السودة كيف لا أذكر وهو من أشبعنا أنا وأنت ضربا وإهانا عندما كنا صبيان نعم لديه فأجابه صاحبه ولكن لو لضربه وهروبنا من نجد إلى بلد الخير والنعمة بلد الرخاء والرزق الوفير الكويت لما أصبحت أنت عم ولا أصبحت أنا من كبار التجار فهلن بنا نقدره ونكرمه بالحسن ونكرمه لأنه صاحب فضل علينا ولو عاملنا بالحسن ولو عاملنا بالحسن في ذلك الوقت لبقينا خدما لديه إلى يومنا هذا أهل نجد مشهورون بجمع المال إلى أن دمروا نجد لينتشروا في جميع القرى والبلدان والمناطق الجزيرة العربية لكن ما زالوا يفتخرون نحن حريصون ولسنا بخلاء نصرف بالمعقول ولا يجب أن نكون مبذرين فالمبذرون إخوان الشياطين فقط داخل الكويت بيوتهم متواضعة سياراتهم متواضعة أشكالهم متواضعة أما في العواصم الغربية أمريكا وأوروبا فغصورهم فخمة وسياراتهم فارهة ويخوتهم يشار إليها بالبناء من فخامتها وكبرها وطائراتهم الخاصة التي يتنقلون بها لا يملكها رؤساء دول بدخ ما بعد بدخ وخصوصا في أندية القمار الملايين تصرف بدقائق دون أن يرف لهم جفن وهناك بيت شعر يقول يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف ضيفك قد جاء بزاد له فارجع وكن ضيفا على الضيف هذه قالها واحد نزل ضيفا على أبي حفص النجدي فهرب منه هنا أناشد سمو الشيخ جابر المبارك الصباح أذكرك بما قاله الرواء الفرنسي أندري جيد الحاصل على جائزة نوبل سنة سبعة واربعين التملك الكامل يلا يثنيه إلا العطاء فكل ما لا تستطيع عطاءه يتملكك يا شيخ أنت مشهور بالشهامة والمراجل والكرم كأسرتك ومن سبقك مشهور بالسيف والمنسف ولو لا السيف والمنسف لما استمر حكم الصباح إلى هذا اليوم فالسيف هو القانون وتطبيق حسب شريعة الله سبحانه وتعالى ينصف الضعيف ويكرم المحتاج ويضرب على يد النهاب والمنسف والصحن الذي يأكل عليه جميع الجالسين في المجلس واليوم أصبح دولة وليس مجلسا هذا معنى المثل وهذا ما قام عليه جميع حكام الكويت طيلة 350 سنة لو لا كرمهم وشجاعتهم لما التحق البشر بأنواعهم بالكويت بلد الأمن والأمان والنماء والرخاض فأحرص ياسمو الرئيس على مزيدا من الرخاء والعطاء لجميع فئات المجتمع خصوصا الضعفاء المحتاجين ليبارك الله في الأرض والبحر والسماء وينعم علينا بمزيد من الخيرات فالحديث الشريف يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم فلا تنصت البخلاء الذين قال عنهم الشاعر تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا أذاني الحل ياسمو الرئيس ليس بالضرائب ولا تخفيض الرواتب ولا بالأفكار الصجيونية الغربية الحل بالإسلام الحل بفرض الزكاة على الكبير قبل الصغير على الغني قبل الفقير وعلى الشركات قبل المواطنين الحل بأن تغلق الجمعيات الإسلامية بأنواعها السنية والشيعية فهناك من يستقل هذه الأممال لدعم جماعات ارهابية وهناك من يدفع الخمس وهناك وهناك ولا ينفع أيضا أن يتبرع الناس لبيت الزكاة المحكوم من الإخوان المسلمين أو غيره وتذهب الأممال للإرهاب والمصلحة حسب أهوام موظفي تلك الجهات يجب أن يكون هناك بيت للمال كما كان في السابق والزكاة تدخل خزينة الدولة لتنفق منها على المحتاجين وتعمير البلاد وما أكثر الأغنياء والمليرديرية والشركات الكبرى في الكويت فمزيد من العطال الدولة والمواطن وحتى المقيم فلا تنصت البخلاء فلم يعمر يوما بخيلا بلدا بل الكريم فالكرم كرم خلق قبل أن يكون كرم مال فانتقي وزراء ذو كرم خلق لأن الصبية الذين حولك طائشون متهورون لا يعرفون ماذا يقولون فاظهر علينا بما قوله تصلح كل ما أفسده وزرائك الصبية والله ولي التوفيق رئيس تحرير جليل الشاهد الشيخ صباح المحمد أخي محمد مقالة فعلا تصب أتت في وقتها المناسب أمانة أخي محمد منذ أشهر ومنذ سنوات وأنا أعتقد موضوع الترشيد والإنفاق وعدم الصفحة المواطن هذا صلى 50 سنة وهذا اللوبي معروف مستمر اللي هو اللوبي للأسف اللوبي تجاري متنفذ يريد فقط الاستحواذ على الدولة ودائما ما يضغط على الحكومة وعلى الحكومات المتعاقبة منذ الواحد ستين وقبل ذلك لهذا اليوم بهذا الشكل فقط يريد المناقصات اليوم رئيس تحرير جليل الشاهد كلام جميل جدا اختصر بالعنوان يسمون رئيس البخ العدو المرجلة يطالب بأن يكون الإنفاق للمواطن للمحتاج للضعيف للفقير ويطبق القانون والزكاة على القني وعلى الشركات يعني تحليلك لمقالة رئيس تحرير جليل الشاهد أعتقد أنه لا أريد طريقة التحليل لأنه أعتقد أن الوقت يدهمني في قضايا مهمة لكن سأمر على نقاط مهمة ذكرت في المقال وهي قضية مهمة جدا لماذا نجمع هذه الأمال ولمن وكيفية إيجاد الجانب القطاع الخاص ليمتها القطاع الخاص قاعد يقول أو قاعد يقود عملية التقشف للمواطنين وإرهاب المواطنين نحن نرى الشيطات عن طريق إعلامهم وذكراني ميران وتكرارا لكن لا يوجد دلالة واضحة بأنهم القصب المحافظة على المال والدليل على ذلك بأنهم يعيشون في باق بدق بدق مالي ما يعلم الله رب العالمين وإيجاد بعض القضايا المهمة وهي عن طريق المناقصات يعني الكل يعلم بأن هناك مناقصات يديرها التجار وبالأخير فشلت ولم يحاسب هؤلاء لماذا هذا الكلام ما ينطلق عليهم لماذا لا يبدوهم بإصراع أنفسهم ماذا يفعل المواطن هم مثلا يردون عن المواطن تكلموا عن التموين تكلموا عن الزيادة ما يأتي قضية معينة للمواطن إلا صار لهم محفل سووا عنه مولد وكأن هذه الأموال هم أحرص من الدولة عليها وبالأخير نجد أنه يتذهب إلى تيار آخر إلى المناقصات وإلى جوانب هم مستفدين منها لماذا التكبير المواطن لماذا يعني جعل المواطن في زاوية ضيقة ويضع جوع المواطن لماذا لا يستحق المواطن لماذا لا يستحق وعجبني ورح أرد على تصريح وزير الاقتصاد المراتي فإلا كلام جميل جدا المواطن المراتي في عيونا هذا أول مفروض جنو مطلوب الحكومات بيكون بهذه الدافعية حتى لو لم يكن المراتي محنا شيء بس يعني يكفي أنه قاعد يبين لك أنه أهمية المواطن المراتي صحيح مو يطلعين يخرج من المواطن لذلك اليوم هنا مشكلتنا بكرة في اجتماع مدل الجزارة تلقى مانشاة تلقى بس يغير تيار الاجتماعي يغير تيار الاجتماعي بس يعني يعطون أعتقد نوع من الجلد بس يأتي حديث عن أمر معين يطلعون لك عشر دراسات أخي هل يتسوي دراسة عن راتب الاستراتيجي وهو لحد الآن رؤية غير واضحة و عندهم أرقام مهولة عن راتب الاستراتيجي يعني الزيادة هذه ستكون عقبات يعني أنت الدراسة ما درون عنها شون طلعتوا عنها هذا الإرهاب أخي محمد نحن قلنا في السابق وهناك و أنا قلتها لشيخ محمد العبد من خلاح البرنام قلت لا تقع ضمن الخطأة الآخرين لأن هناك من يخطط يعني يقيم فجوة بين الحكومة و بين المواطن و ذكرت هذا الأمر حينما صرح وزير المالية أنس الصالح لوكالت رويترز و قال بأن سنفرض الضرائب نرفع الدعم و اليوم الثاني يعني كان هناك يعني استنكار كبير لهذا التصريح ما استطاع أن ينفي أنس الصالح عن طريق رويتر لكن طلعوا بيان وزارة المالية و قالوا لا أنه فسرت كلام غير ما يقدر يقولك والله أنا وكالة معروفة عالمية و وكالت رويتر ما يقدر ينفي و أكيد عندهم تزيل في هذا الأمر لكن الكلام الذي جاء الوزير خلاه يتراجع بهذا الشكل و قلت بأنا ذاك هذا كلام خطير جدا يعني يريدون أن يعني دقوا سفين بين الحكومة و بين غوسين بين أسرة الصباح الكرام و رئيس الوزراء يمثل هذه الأسرة و بين المواطن حينما يريدون أن ينفضهم ليش تفرض الضرائب على شين تفرض الضرائب فضضح على الشركات الكبيرة شو أن تفرض على المواطن ليش هل محتاجة دولة؟ مثل ما قال أخوي محمد يعني وزير الإقتصاد الإمارات يطلع يقول نحن محبتاجين المواطن بعيوننا و إذا احتجنا عند الإستثمارات بالخارج لماذا لا يطلع يقول شي دي؟ لا بيطلع أي نقص مزيني من المواطن لا بيطلعها من الشركات الكبيرة لا يقدر لا يستطيع عد القانون المناقصات اللي يحط لي الوكيل المحلي ما هو الوكيل المحلي؟ مانعين أي شركات عالمية ديش الكويت إلا وكيل المحلي يأخذ نسبة 10% إلى 25% ويعطيها الشركة عالمية وما للشغل هو قاعد بس تنفيه الوكالات الحصرية بالكويت الاحتكار الموجود الاحتكار ما باعت احتكار لكي تكون السلع والسيارات وغيرها 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 وجميع المنتجات محتكرة ومحتكرة الوكالات التجارية ما تقدر غير مسموح عدل القانون هذا مستحي يقول والله عندنا ما الاحتكار ما الاحتكار اللي عندهم قانون يضحك يعني فقط اللي والله عنده سلع ويخزنها وما يبيعها بكميات كبيرة لا الاحتكار مو تشيدي أوسع وأشمل الاحتكار اللي ما أخذ لي يعني وكالة تجارية وما يبيعها عن طريقه وفي وكالات ما بيتكلم عنها عموما أختصر الموضوع لوزرائنا وليسمو الرئيس والشيخ محمد عبدالغيرة ثقوا تماما بأن هذا اللو بيصار له أكثر من 50 سنة يسعى إلى الاستحواذ على المنزل الدولة ويسعى إلى دقصين بين المواطن البسيط وبين الحكومة وبين بين قوسين الأسرة الحاكمة هذه هي الحقيقة وهذا ليس نوجه كلام للشيخ محمد العبدالله ما وجهت المدعج لأنه من الأسرة الحاكمة فيه لا تقعون ضمن مخطاط الأخرين وأعتقد مقالة الشاهد اليوم كافية ووافية خلونا مشاهد الكرام يمكن ما عندنا وقت يعني ناخذ بقية صحفنا على عجالة نقرأ السياسة ومن بعدها الأنباء نشوف السياسة حرب على العزاب حرب على العزاب السكن الخاص إجراءات حكومية فورية لقضاء على الظاهرة بمخالفة المتجاوزين وقطع الكهرباء عنهم الكندري الفروانية منطقة من كوبا والظاهرة قنبلة موقوتة تهدد الأمن الاجتماعي والسكاني وعنوان آخر الصانع يبطل انهاء خدمات إمية موظف هيئة القرآن ضبع يثير هلع رواد مجمعة الـ 260 وزارات أخيلية الخليجي يقررون الاتفاقية يقررون الاتفاقية الأمنية نهاية الجاري وكلاء الدول الست وافقوا عليه في اجتماعهم من دون أي تعديل إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة وربط غرف العمليات وزارة الداخلية بمنظومة اتصالات والهاجر لم يجري أي تعديل على أي من بنود الاتفاقية وتمت الموافق عليه من جميع الدول قمة سعودية عراقية تفتح الطريق أمام تطبيق العلاقات هذه عنوان جريدة السياسة نذهب إلى الأنباء نشوف الأنباء عنوان الأنباء اليوم الحكومة تستعجل مناقشة وإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية وكلاء وزارة الداخلية في التعاون صادقوا عليها ورفعوها الاجتماع الوزراء نهاية نوفمبر أنوان آخر عبدالصمد إعادة دراسة الدعم وتحصيل الإيرادات أكد أن العزل متوقع مليار ومثل ومثلاثل ثلاثين مليون وهوصى بضرورة تخفيض بند العلاج بالخارج ودعم الوقود والسيطرة عن نمو والإنفاق العام المعيوف جمع السلاح والتجنيد ومكافحة المخدرات أولويات الداخلية والدفاع إجراءات رادعة بحق المتطاولين على دول الخليج في تويتر الصانع قانون محكمة الأسرة سيارة النور قريبا الكندي لتعديلات قانون البلدية 2005 إلى المجلس الأمة قريبا هذه تقريبا عنوين جريدة الأنباء أخي محمد يقولك الأنباء عند خبر علمت أن وزارة الداخلية بيصدد فرض إجراءات صاد ما ضد كل شخص يتطاول على دول الخليج أو يحط من رموز هذه الدول سواء بالانتقاد أو الإساءة المباشرة أو تطاول لزعزعة أمن هذه الدول والتقليل من شأن سياسة خاصة ومن جانبي قال المصدر الاندرات الوزارة الداخلية بدأت فعليا في رص مواقع التواصل وتم استدعاء عدد المقردين ممن وجهت إليهم تهم الإساءة للدول الشقيقة في الخليج العربي موضحة أن الوزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق القانون الذي يعاقب كل مسيس على تفتيت اللحمة الخليجية وبين المصدر أن القانون سيطبق على الجميع مقردا كان أو سياسيا مهيبة في الوقت نفس ذاتي بالابتعاد على المواضيع التي تثير الفتنة بين دول الخليج يعني في سيق صحيح مقبلين على التفاقية أمنية لابد يكون هذا الإجراء يعني واقعي ويكون قبل التطبيق طيب القبس أمامي عنوانه يقولك اليوم الإمارات وقطر توصلتها إلى أرضية تفاهم ما حقيقة القيوم فوق قمة دوحة تتساءل القبس التفاقية الأمنية الكويت طلبت تعديل تسليم المطلوبين يعني فقط هذه التسليم المطلوبين الكويت طلبت كما تقول القبس أن الكويت سجلت تحفظا وطالف بإجراء بعض التعديلات الضرورية قبل دخول التفاقية حيث تنفيذ بعد أربع عشر ومنها البند المتعلقة بتسليم المطلوبين إذ أن الدستور يمنع تسليم مواطنين لأي دولة كما تم الاتفاق الاجتماع على إعادة صياغة بعض مواد تشكيل الشرطة الخليجية ذكرت لكم بالأمس مشاهدي الكرام أي تفاقية في العالم حتى في الممتحدة هناك تفاقيات كثيرة مخالفة للإسلام في موضوع الأرض والميراث والأحوال الشخصية ودول خليجية تدخل التفاقية لكن في بنود معينة تتحفظ عليها يعني تفاقية 180 يمكن 3-4 بنود تتحفظ عليها وبالتالي لا تكون ملزمة نفس الشيء للتفاق الإمنية ممكن نموافق عليها لكن يتحفظ مثلا عن تسليم المطلوبين وغيرها يعني وتمتل الأمر فبالتالي لا نركب موجة والله اتفاقية وفيها وفيها لا البنود الخلف دي سور أتحفظ عليها وخلاص وخير ملزمة فلا نبالغ للأسف يحاول يبالغ ويكبر في هذا الموضوع أنوان آخر الخرافي يحذروا من المسيئين للعمل الخيري في احتفالية الإصلاح الرومي نمد أيدينا البناء وترسيخ الأمن الاستماعي التربية والجهاز المركزي ملتزمون بتعليم البدون والكويتية تتسلم أولى طائرات A320 في 9 ديسمبر شهر 12 سبعة ملايين فقير في إيران متر انفاق أم متر الانتحار كما تقول العراق والسعودية لتطبيع ما بعد سنوات من القطيع والعبادي يعزل 36 قائدا عسكريا نشوف الجريدة جريدة الجريدة عنوان الجريدة اليوم اجتماع حكومي نيابي طاري لمناقشة النفط والقضيبي القضيبي لبحث ثير تراجع اسعار على الخطة الخمسية والمشاريع والميزانيات البرلمانية مليار و 233 دينار عجز متوقع في الميزانية الاتفاقية الامنية والشرطة الموحدة الاجتماع داخلية التعاون والجراح المصالح مشتركة الطلب تنسيق الخطط الدفاعية والحوثيون يسيطرون على أول مديرية جنوبية هذه عنوين جيلة الجريدة على عجالة ناخذ الوطن نواب سابقون الحكومة تعطل مشاريع التنمية تساءلوا في ندوة المال والقانون بين الهدر والانتقائية عن الثمن الذي قبضه مرزوق لتعطيل الاستجوام عبدالصمت خفض فضو الوقود والكهرباء والعلاج بالخارج وانطلاق منافسات خليج 22 الأزرق يلعب غدا مع العراق تدوير بين مدير محطات الكهرباء المستوطنون يستفزون الفلسطينيون يمكن هذا تقريبا الوطن لا يوجد شيء محمد المخرج يقول لي انهي عطنا الكاركتيري مخرجنا وصع صدرك يا بحمد وصع صدرك وصع صدري صراحة نتبهنا المخرج ويدي وصع صدر طيب تعليقك وعلى كاركتير الشاهد ونحن موسعين صدرنا وانطلاق نشوف والله أكيد يلا خمد في البرقة نعم يعني الامور معكوسة في البورصة يعني واضح حق محمد ونازلة يعني وهذا واضح يعني من انتكاسة اي هذا من صغار مساكين مسكين يعني وانطلاق لكن الهوامير مستحيل يعني هم اللي قاعدين يضغطون البورصة وما يكلل المساكين الفقارة يعني طيب نفط العرب للعرب عرب الدواعش أطلق ونقبل بفجر الدنيا هذه انتفخ نشوف أخيرا جيت الجريدة معبر يعني أمن الخليج العمامة وأعتقد إيران طبعا هذه أصدر إيران يعني قم لمقود قاعدين يلعبون بأمن الخليج شعلا يعني معبر حتى يعني الكاركتير على السريع عموما خمحمد وصلنا لختام حلقة أعلى قولتك وسع صدرك الله أعلى قولتك اليوم يعني جيت قلت لك كلمتين وخلاص مرود حاطت بالك حين تقول يا معود لوني موجايح سلم لا أنا جاء عشي أقول وسع صدرك ونتمنى يعني النجاح لبرناوج وسع صدرك لوسع صدرك يعني المشاهدين بس طيق صدرك شويلة للوقت بدأ إداهم عموما مشاهدي الكرام إن شاء الله يوم السبت المقبل يقولنا تعالى سبحانك الله بحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستخبرك أتوب ليك استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد الله اشهد الله